اهلا بكم الى موجز اخبار الان اصيب عدد من المدنيين جراء قصف قوات النظام السوري بالخراطيم المتفجرة والمدفعية الثقيلة بلدة عين ترما في ريف دمشق الشرقي وبحسب مركز الدفاع المدني في البلدة فان الخراطيم المتفجرة كانت مجهزة بمادة تي ان تي شديدة الانفجار قتلت جيش العراقي ابرز قادة تنظيم داعش بيمطي بيتشا قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالا وصلاح الدين وتمكنت قوة امنية مشتركة من قتل القيادي هيثم عبد الله الطرازي واحد مرافقيه بعملية نوعية جرت قرب حاوي العظيم شمالي مدينة بعقوبة اعلنت منظمة صحة العالمية ان عدد حالات الاصابة بالكليرا في اليمن بلغت نصف مليون حالة وان الفي شخص لقوا حتفهم بسبب المرض وقالت المنظمة ان اعداد الاصابات الجديدة بدأت في الانخفاض منذ مطلع شهر يوليو تموز الماضي في اكتر المناطق تضررا من الوباء وان المرض ما زال ينتشر في جميع ادحاء البلاد اقتربت طائرة ايرانية من دون طيار من حاملة طائرات امريكية كانت تجري عمليات في المياه الدولية بالخليج حتى اصبحت على بعد نحو ثلاثمائة متر منها وقال متحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية ان القائمين على تشغيل الطائرة لم يستجيبوا لنداءات الاتصال اعلنت الامم المتحدة قتلى سبعة اشخاص بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في مالي بهجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تومبكتو التاريخية وقالت مصادر محلية ان المهاجمين اتخذوا مواقع للقنص واصبحوا يستهدفون اي شيء يتحرك في محيط المعسكر تسلم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون تقريرا من جيش بلاده بشأن خططه لاطلاق الصواريخ صوب المنطقة القريبة من جوام وقال انه سيراقب افعال البلاد المتحدة لفترة اطول قبل ان يتخذ قرارا وامر كيم اون الجيش بان يكون مستعدا دوما لاطلاق النار اذا ما اتخذ قرارا من تحرك تجمع الاف من لعبي بوكيمون جو في مدينة يوكوهاما اليابانية لمشاهدة عروض الرقصة يشارك فيها اشخاص يرتدون زيا عملاق للبوكيمون الشهير بيكاتشو فيتضمن المهرجان الذي تنظمه مدينة يوكوهاما وشركة بوكيمون 15 الف بيكاتشو وتنتهي انشطته اليوم بحسب ما فاد المنظمون نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة